تعمد وفد ميليشيات الحوث التأخر في الذهاب إلى جنيف للمشاركة بالمباحثات اليمنية ليس مستغرباً مصادر يمنية مطلعة أكدت أيضاً قيامهم بوضع شروط جديدة للحوار قبل أن يبدأ بهدف إفشال اللقاءات المقررة في جنيف خاصةً أن ماضي الحوثيين التفاوضي حافل بمحاولات التعطيل لكل المبادرات ففي يوليو عام 2016 تعثرت المفاوضات اليمنية التي أقيمت في الكويت برعاية الأمم المتحدة وذلك بسبب سعيهم لتشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد فيما اعتبرته الحكومة اليمنية استمراراً لأساليب تعطيل العملية التفاوضية وسبق مفاوضات الكويت مفاوضات يمنية في سويسرا في كل من بال وجنيف عام 2015 فشلت حينها الجولتان عاقب رفض الحوثيين وقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها كما ترفض الميليشيات تسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية وكلها بنود ينص عليها القرار الدولي 2216 بل أن حسن النية غب كلياً عن الحوثيين حيال ملفات إنسانية على رأسها الإفراج عن المعتقلين وتشير مصادر مطلعة إلى أن المتمردين يتعمدون عرقلة مباحثات جنيف هذه المرة بتعليمات من ميليشيات حزب الله سعياً لإطالة أمد الأزمة في اليمن ومن المقرر بحسب المبعوث الخاص إلى اليمن مارتين جريفث أن يتضمن اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام ملفات عدة على رأسها الأسرى والمعتقلون الذي كان على رأس القائمة في الملفات المطروحة في المفاوضات السابقة بالإضافة إلى فتح الممرات الآمنة لإصال المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء وبحسب المصادر لن يلتقي الطرفان اليمنيان بشكل مباشر إلا في الجلسة الافتتاحية فقط